واليوم الخدمة الطبية تعطلت بشكل تام في مساحات الضمان الاجتماعية عددها يصل إلى 13 مساحة على الصعيد الوطني والصور التي تشاهدون الآن من أمام مساحة ذرب غلف بالدار البيضاء مساحة فارغة تماما من الأطباء والممردين والمستخدمين وقفوا في هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على ما يصفونه في بلاغهم بالسياسة السلبية واللا اجتماعية واللا مهنية لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي